اشتركوا في القناة 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 عدنا عدنا البعد كالتالي ها وراه رح نعطيكم هنا مباشرة التوفق لهو تلقوه في التمرين ولا تلقوه في دراسة معينة ويكتبها لك كما هاك مثلا قطر 20 H7 9 هذا هو H7 نف هذا التوفق قال لك ما نوع التوفق هنا يا جماعة ما نوع التوفق توفق لك ما نشعر في ناس كرة توفق بيشد توفق بخلص ما نشعر فينا وهو أكيد ممكن يكون بعضك جو هنا يخرج خطرك شو ينزل صح كيف هنحزبو هذا التمرين أول شي ننبه لكم ليه تستعينوا بالجدول أول حاجة تديروها هي تخرجوا الانحرافات فهم رح تخرجوا لي الانحرافات مثلا عدنا القطر 20 H7 الانحرافات الانحرافات لزيكار سيبرير ولزيكار إنفرير نخرجوا من الجدول نمروا للجدول هنا نحل الصورة هذه هاهو آش سبعة احنا قلنا عشرين قلنا عشرين قلنا آش ناف عفوا نستنى لننخر نظن غلط اجمع آش ناف صح صحح فقط مهيش عفوا مهيش آش سبعة نديره آش ناف بحمن خلطوش آش ناف آش ناف آش ناف راح نمر للطابلو هاهو آش ناف هاهي آش ناف والقطر عشرين والقطر عشرين بين ثمنتعش وثلاثين قطر عشرين معناتها راح ندي التوافق هذا الانحرافة هذه زايد اثنين وخمسين والصفر شفوا عليها زايد اثنين وخمسين والصفر ونزد ونشوفو كذلك الانحراف تاع العمود هاهو آش ناف راح ندي بون بين ثمنتعش وثلاثين راح ندي الربعين ناقص ربعين وناقص نين وثلاثين هذو الانحرافات نرجعو ل وين كنا قبل التمرين تاعنا قبل ها ورها قلنا في الانحرافات الجوف راح نأخذ زايد اثنين وخمسين ها بالميكرو نجمع والانحراف الأدنى صفر فهم مباشرة نحولهم ميليمتر هنا يرعجك صفر فاصل صفر اثنين وخمسين ميليمتر وهذا يبقى صفر هذا بالنسبة للجوف نجو للعمود قطر عشرين انف لزكار سوبريور نتاعو دينامو قبل قلنا ناقص رابعين ميكرون اذا ذكرتو والانحراف الأدنى لزكار انفريور ناقص نين وثلاثين ميكرون ستدير معناتها بالميليمتر راح اتجيك راح اتجيك 0.040 ميليمتر وهنا راح اتجيك ناقص 0.092 ميليمتر مفهم؟ جيد هذا يخص العمود هاكم معايا ان شاء الله تكونوا معايا مفهم مفهم دينامو راح نحزبوه نوع التوافق كيف نحزبوه؟ عد نوعه القانون نسموه القانون التوافقات هذا ولا الأبعاد أول قانون تخدمو به هو لكوت ماكسي البعد الأقصى للجوف لكوت ماكسي نبدو بالجوفة يساوي لكوت نومينال زائد الانحراف الأقصى هذا تاع الجوف نبدو بتاع الجوف ها لكوت ميني تاع الجوف يساوي لكوت نومينال البعد الاسمي زائد الانحراف الأدنى ونعوضه لكوت نومينال عدك 20 ها هو الراه 20 زائد لانحراف انتاعه ها هو الراه الأقصى 0.052 راح يعطيك 20.052 ميلي متر والأدنى 20 زائد 0 راح تعطيك ميلي متر 20 ميلي متر هذا يخص الجوف ها فهم نحزبه كذلك نحزبه العمود بنفس الطريقة عدنا لكوت ماكسي انتاع الجوف تجور انا فتاع الجوف اه عفون عفون انتاع العمود هو لوكوت نومينال انتاع العمود طبيعتها لزائد الانحراف الأقصى لزكار سيبرير بصح مني سكيولة لا تخلطوش وعدنا لكوت ميني يساوي لكوت نومينال زائد الانحراف الأدنى سنعوض عدنا عشرين ها قراه دائما قلنا مشتركين في البعد الاسمي زائد هنا تفتح قوس اجماعة هذار الاشارات لانه لحظت لما نعطي لهم تمرين تلمي دائما يغلطوا في الاشارة دائما نفتح قوس ما في هولو تكتب ناقص وتكتب القيمة تاعك مليمتر ما تنسوش 0.40 مليمتر ما ستعطيني هنا ستعطيني 19.946 مليمتر كذلك هنا عشرين زائد وتعوض تحط الانحراف الأدنى ناقص 0.92 مليمتر بطبيعة الحال ستعطي النتيجة لهي 19.908 مليمتر هذي هون حسبتهم وحضرتهم قبل عدنا العمود هنا يبقى ما نطول شارك هنحسبنا العمود وحسبنا تاع الجوف واش باقي تقول يا شيخ هذي قاع نعرف التوافقة هيه نعم هذا قاع تعرف التوافقة حناني لأن علاه ما علي هشنا نتعف البريون نتعف المسود نتاعي ونكتب وعادي بالصح في الاخير نجيب نتيجة صحيحة وندي العلامة التاعي كاملة إذن هنا هذه المحاولة تدروها في المسودة وانتم تزو فقط للقانون مباشرة هذا وتحط مباشرة تعويض صح هذا رح نحسب بارك البعد الأقصى للجوف والبعد الأقصى والأدنى للعمود كذلك بعد الأقصى للجوف والأدنى وكذلك العمود رح نحسب الآن سنزيد المسود عفوا حسبنا لوكوت ماكسي منتاع الجوف القيناة 20.052 ميلي متر وحسبنا الكوت ميني انتاع الجوف توجهر القيناة 20 ميلي متر وحسبنا لوكوت ماكسي انتاع من تعال العمود والقيناة 19.0 ميلي متر والكوت ميني انتاع العمود دوجور والقيناة 19.9 وثمانية ميلي متر جيد نمر الآن لحساب حساب نوع التوافق قانون يقول الجو ماكسي هنا الخلوس الأقصى وش يساوي يساوي البعد الأقصى للجوف ناقص البعد الأدنى للعمود إذن يساوي لوكوت ماكسي متاع الجوف منقص منه لوكوت ميني متاع العمود فهم هذا القانون تعوضوه مباشرة عدنا 20.052 نقص منها هذه القيمة وهي 19.980 ميلي متر واش تعطيني يا جمعة رح تعطيني 0.140 ميلي متر هاني حسبت والإشارة هاي بالموجب هذا الجو ماكسي الجو ميني ما نسيت الأه هنا الجو ميني واشي يعطيني هنا عدنا لكوت لكوت البعد الأقصى عفون البعد الأدنى عفون تبعوا هذه ماكسي ماكسي ميني لكوت ميني دعم منتاع الجوف ناقص لكوت ماكسي منتاع العمود فهم نعوض عندي وركي هذه 20 ناقص هذه القيمة وهي 19 19 فاصل 960 واش تعطيني النتيجة نتيجة هني حسبها لهي زاعد 0.04 ميلي متر واش تلاحظوا زملاء تلاحظوا بالإشارة هنا مجابة الإشارة مجابة تكلمنا قلنا لما تكون الإشارتين مجابة هنا توافق بخلص بخلص وإذا كان زايد ناقص هنا يرى بشد وإذا كان ناقص ناقص هنا بتردد نستعمل الأبريس أرجو منكم إن شاء الله نكونوا إن شاء الله وفقنا في هذا الشرح وماذا بكم طلب حاولوا تراجعوا دائما وهذه راح دائما تمشي معكم حتى البكالوريا ماذا بكم ما تنسوه لازم تحفظوها نحن حافظينا الكوت ماكسي ناقص الكوت ميني الكوت ماكسي هو الكوت نومينال زائد زيكار سوبرير والله انفريور وعدنا هنا الجو ميني وجو ماكس هنا عدنا الخالص وهنا الأبعاد ما تخلطوش هنا الأبعاد هنا الخالص إن شاء الله وفقنا إن شاء الله بارك الله وفيكم مدعمونا إن شاء الله وأي جديد راح تواصل معكم وأي استفسارات راكت تواصلوا معي على المسينجر ولا سهل فيكم في أي وقت إن شاء الله دمتم وفياء للقناة بارك الله فيكم ترجمة نانسي قنقر